متحف العادات والتقاليد بمدنين جمع فيها صاحبه كل المخزون التراثي الثقافي للمنطقة من لباس تقليدي وأدوات فلاحية والعادات الاجتماعية منذ سنوات هذا المتحف الموجود بقصر مدنين بوسط المدينة هو بمثابة ذاكرة للتاريخ وهنا هذا متحف العادات التقاليد لمدين في مدنين معنا باسم مدنين وأنا جمعت 40 عام لمد جمعت كل عادات وتقاليد من فضة من لباس من عملة من كل ما هو تراث الجنوب التوسف عام مقاصر تراث مدنين صاحب هذا المكان منذ سنوات الثورة إلى حد اليوم يعاني غياب السياحة الذين كانوا يزورون المكان فلم يعد هذا المتحف نقطة قارة في المسلك السياحية لعدة أسباب لتزيد أزمة كورونا من حدة الركود الكلي لأي حركة سياحية كنت نتعامل مع 18 وكانت أصفر معناها من جربة ومن سوسة ومن نابد معناها رسميا معناها يجوء للمكان هذي وكانوا معناها يعملوا زيارة هنا مدنين وكانت مشهورة معناها مدنين علم أن حتى القصة اللوتانية كان فيها 40 حرفي ثم خرجوا كله على الكريه وكانوا فيه 33 حرفين فقط متحف العادات والتقاليد بمدنين اليوم صاحبه مهدد بإخلاء المكان نظرا لترقم الديون عليه ومطالبته بتزديد ما عليه للبلدية ويقترح حلولا قد تساعده على تجاوز هذا الإشكال حل عند البلدية البلدية كانت يهمها الموقع هذي ويهمها معناها على المتحف من أنها مدنين ما فيهاش متحف معناها تتدخل ومعناها وتحل الإشكال صاحب متحف العادات والتقاليد بمدنين هو واحد من مجموعة عديد التجار والحرفيين من عليهم ديون لدفع معالم الكرال البلدية قيمتها تجاوزت المائتي مليون والبلدية تنتظر صدور الأحكام القذائية ترجمة نانسي قنقر